الحمد لله جعل العلم مفتاحا لحياة النعيم والكرامة وجعل الجهل عنوانا على المذلة وعلى المهانة سبحان مولانا سبحانه سبحانه أحيى العلماء العاملين المخلصين حياة هنية في الدنيا وأمنا خوفهم يوم القيامة ونصلي ونسلم على سيدنا محمد شفيعنا جميعا يوم القيامة وبعد أبنائي وبنات ما زلنا نتكلم عن أحكام الشهادة فهيا بنا أبنائي وبنات نتعلم تلكم الأحكام بني قد يأتيك سؤال ألا وهو ما شروط صحة من يزكي الشهود وهل لا بد من معرفة اسم الشاهد وما صيغة التزكية ومتى تجب تجيب يا ابني على النحو التالي وتقول أولا شروط من يزكي الشهود أن يكون مبرزا في العدالة لا مطلق عدل وإلا أي لو كان مطلق عدل لاحتاج لمن يزكيه وتسلسل الأمر إلى ما لا نهاية من الشروط أيضا أبنائي وبناتي أن يكون معروفا عند الحاكم ولو بواسطة كأن يعرفه العدول ويخبروه بأنه مبرز أي مبرز في العدالة من الشروط أيضا أبنائي وبناتي أن يكون عارفا بأحوال التعديل والتجريح أي أحوال الجرح والتعديل من شروطه أبنائي وبناتي أن يكون فاطنا بمعنى أنه لا يخدع في عقله أو تلتبس عليه أحوال الناس بإظهار الصلاح ونحو ذلك من شروطه أيضا أبنائي وبناتي أن يكون معتمدا في معرفة أحوالهم أي في معرفة أحوال هؤلاء الشهود على طول عشرة لمن يزكيه إذن لابد أن يكون معتمدا في تزكيته لهؤلاء الشهود على طول عشرة لهم من شروطه أيضا أبنائي وبناتي أن يكون من أهل سوقه أو محلته لمه ياطرة نقول لأن تزكية البعيد مع وجود القريب توجب الريبة يعني توجب الشك في الشاهد إلا لعذر نأخذ مثالا يوضح لنا هذا العذر نقول كألا يوجد من أهل سوقه أو محلته من يصلح للتزكية من شروطه أيضا أبنائي وبناتي كونه متعددا وذلك في غير تزكية السر ففيها يكفي الواحد والآن أبنائي وبناتي وإن لكم حكم معرفة اسم الشاهد هل يشترط معرفة اسم الشاهد نقول أبنائي وبناتي لا يشترط أن يعرف المزكي اسم الشاهد الذي زكاه لمه يا ترى نقول لأن مضارها أي هذه التزكية مضارها على معرفة الذات والأحوال للأسماء والآن ابني وينك صيغة التزكية أي ماذا يقول المزكي عندما يزكي الشاهد أو يزكي الشهود نقول هي أن يقول أشهد أنه عدل رضا فتكون أي تكون هذه التزكية بهذا القول المجتمل على الألفاظ الثلاثة هذا ولو قال هو عدل رضا كفا والآن والآن أبين لكم أبنائي وبناتي متى تجب التزكية أي متى تتحتم هذه التزكية نقول أبنائي وبناتي تجب التزكية في التالي إن بطل حق بتركها يعني لو ضع حق بترك هذه التزكية وجب على المزكي هنا أن يزكي هؤلاء الشهود أيضا تجب إن ثبت باطل بتركها التجريح للشاهد يجب أيضا أبنائي وبناتي إن ثبت بتركه باطل أو بطل حق هذا وبينة التجريح أبنائي وبناتي مقدمة على بينة التعديل لما يترى نقول لأنها حفظت ما لم تحفظه بينة التعديل إذن أيهما تقدم بينة التجريح أم التعديل نقول بينة التجريح مقدمة على بينة التعديل لما يترى نعم فتح الله عليك يا ابني لأنها حفظت ما لم تحفظه بينة التعديل والآن أبنائي وبناتي نتكلم عن قضية مهمة جدا في أحكام الشهادة وربما تأتي في امتحان آخر العام ألا وهي شهادة الصبيان بعضهم على بعض بنيا قد يأتيك سؤال يقول لك ما حكم شهادة الصبيان بعضهم على بعض وما شروطها تجيب يا بنيا على النحو التالي وتقول الأصل فيها أي في هذه الشهادة عدم الجواز في كل شيء إذن الأصل في شهادة الصبيان أنها غير جائزة في كل القضايا لما يترى نقول لعدم العدالة والضبط فيهم إلا أن الأئمة جوزوها في شيء خاص وذلك للضرورة والحاجة إليها طيب وإذا جازت فما شروط هذه الجواز نقول لأبنائي ويا بناتي شروط جواز شهادة الصبيان بعضهم على بعض أول شر أن تكون في جرح أو قتل يعني أن تكون في قضية معينة متعلقة بالنفس أي بقتل النفس أي بالاعتداء على النفس أو على ما دون النفس إذن لا تصح في مال ولا في غيره إذن لابد وأن تكون القضية التي سيشهد فيها الصبيان بعضهم على بعض نعم في قضايا الجناية على النفس أو على ما دون النفس ثانيا أي من الشروط أن تكون على بعضهم البعض لا على كبير إذن أن يشهد الصبية ولكن بعضهم على بعض فلا تجوز الشهادة من الصبيان على كبير حتى في قضايا الاعتداء على النفس أو على ما دون النفس إذن أول شرط قلناه نعم أسمع من يقول أن تكون في جرح أو قتل لا في مال ولا في غيره الشرط الثاني أن تكون على بعضهم البعض لا على كبير من الشروط أيضا أبناء وبناته أن يكون الشاهد مسلما ذكرا مميزا لما يترى لأن غير المميز لا يضبط ما يقول إذن لابد أن يكون الشاهد الصبي هذا مسلما ذكرا مميزا من الشروط أبنائي وبناتي أن يكون الشاهد متعددا وبناء على هذا الشرط نقول فلا يجوز لو كان واحدا أي لو كان الشاهد شاهدا واحدا من الشروط أبنائي وبناته أن لا يشتهر بالكذب فإن اشتهر الشاهد منهم بالكذب لا تقبل له الشهادة من شروطها أبنائي وبناته أن لا يكون الشاهد عدوا للمشهود عليه ولا قريبا للمشهود له ولو كانت القرابة هنا بعيدة كابن العم وابن الخال أو الخالة وهذا شرط مهم سأعيده مرة أخرى على مسامعكم نقول فيه ألا يكون الشاهد الصبي هذا عدوا للمشهود عليه ولا قريبا للمشهود له ركز حتى ولو كانت القرابة هنا بعيدة كابن العم وابن الخال أو الخالة من الشروط أيضا أبنائي وبناته ألا يختلفوا في شهادتهم طيب ما الحكم إن اختلفوا نقول فإن اختلفوا نأخذ مثال بأن قال بعضهم قاتله فلان وقال غيره بل فلان فما الحكم نقول لم تقبل من واحد منهم إذن من الشروط ألا يختلفوا في هذه الشهادة فإن اختلفوا بأن قال بعضهم قاتله فلان وقال غيره بل فلان لم تقبل الشهادة هنا من واحد منهم من شروطها أبنائي وبناتي أيضا ألا يتفرقوا بعد اجتماعهم إلى منازلهم يعني أن يؤدوا الشهادة مباشرة فلابد أن يتحقق هذا الشرط وهو عدم التفرق بعد اجتماعهم إلى منازلهم إلا أن يشهد عليهم العدول قبل هذا التفرق يعني إذا شهد عليهم العدول قبل التفرق فالشهادة هنا تقبل من الشروط أيضا أبنائي وبناتي ألا يحضر بينهم كبير وقت القتل أو الجرح فإن حضر لم تقبل لما يترى لإمكان تعليمهم وتلقينهم هذه الشهادة من هذا الكبير الذي حضر بينهم وهذا إن كان الكبير غير عدل فإن كان فإن كان عدلا يعني إن كان هذا الكبير من أهل العدالة معروفا بعدله وخالفهم لم تقبل لهم هذه الشهادة طيب ما الحكم إن وافقهم وكان عدلا نقول قبلت وقيل لا أي قيل لا تقبل مطلقا سواء كان عدل أو غير عدل من الشروط أيضا أبناء وبناته أن تشهد العدول برؤية البدن مقتولا يعني أن يكون هناك بدن مقتول رأته جماعة من أهل العدالة والأمانة بعد أن بينا أبناء وبناته شروط قبول شهادة الصبيان بعضهم على بعض نبين لكم أبناء وبناته ما يترتب على شهادتهم أي الأحكام المترتبة على هذه الشهادة نقول أبناء وبناته إن قبلت هذه الشهادة عند اجتماع الشروط المتقدمة فلا قسامة عليهم إنما عليهم أدية في الخطأ والعمد إذن إن قبلت هذه الشهادة باجتماع الشروط نقول على الجان منهم أدية في الخطأ وفي العمد سواء بسواء هذا ولا يقدح في شهادتهم رجوعهم بعدها عنها ولكن ماته قبل الحكم وبعده ولا تجريحهم بشيء إلا بكثرة كذب من جميع الشهود والآن أبنائي وبنات وإن لكم مراتب الشهادة ما هي مراتب الشهادة يا ترى نقول أبنائي وبنات للشهادة أربعة مراتب وهي على النحو التالي المرتبة الأولى تكون بأربعة عدول أي بأربعة رجال من أهل العدالة طيب في أي القضايا تشهد هذه المرتبة نقول أبنائي وتكون في موضعين الأول الشهادة على الزناء الثاني الشهادة على اللواط أما الإقرار أي الاعتراف بهم أي بالزنة أو اللواط فيكفي فيه العدلان يعني يكفي فيه رجلين من أهل العدالة طيب ما هي شروط هذه المرتبة يا ترى نقول أبنائي وبنات شروط هذه المرتبة اتحاد الزنة أو اللواط عندهم في الصفة أو الكيفية اتحادهم في الرؤية بأن يروا ذلك في وقت واحد جميعا اتحادهم في الأداء بأن يؤدوا الشهادة جميعا في وقت واحد لا متفرقين وإلا لم تقبل وحدوا جميعا للقذف هذا هذا وإذا أرادوا الشهادة جاز لهم أو لكل واحد منهم رؤية العورة لما ليؤدي الشهادة على وجهها والستر أو لا إلا أن يشتهر الزاني بالزنة أو يجاهر به هذا وعلى الحاكم أو القاضي أن يسأل كل واحد منهم بانفراده على الكيفية والرؤية فإن تخلخل واحد منهم أو لم يوافق غيره حد أي حد الحاكم البقية حد للقذف والآن أبناء وبنات ننتقل إلى بيان المرتبة الثانية من مراتب الشهادة وهي عدلان أي تتحقق برجلين من أهل العدالة طيب في أي القضايا تشهد هذه المرتبة يا ترى نقول وتكون في كل ما ليس بمال ولا يؤول إلى مال نأخذ أمثلة لهذه القضايا نقول كالنكاح والطلاق والرجعة والردة والإحصان والتوكيل في غير مال كنكاح أو طلاق والقتل والقذف وشرب الخمر ونحو ذلك في القضايا التي ليست بأموال أو تأول إلى أموال والآن أبناء وبنات ننتقل إلى بيان المرتبة الثالثة وتكون بعدل وامرأتين أو أحدهما مع اليمين في أي القضايا تشهد هذه المرتبة يا ترى نقول وذلك في الأموال أي في قضايا الأموال وما يؤول إليها نأخذ مثال يوضح لنا أنواع هذه القضايا نقول كبيع وشراء وخيار ادعاه أحدهما وخالفه الآخر لما لأنه يؤول إلى مال وسائر المعاملات وجرح خطأ لماذا؟ لأنه يؤول إلى مال أو جرح عمد كجائفة لأنه أيضا يؤول إلى مال أو توكيل في مال وإليك أمثلة بني يكفي فيها الشاهد والمرأتان أو أحدهما مع اليمين من هذه الأمثلة نكاح ادعته امرأة بعد موت رجل أنه تزوجها فيكفي فيه الشاهد والمرأتان أو أحدهما مع اليمين من حيث المال فيقضى لها بالإرث والصداق لا من حيث ذاته فلا تحرم على أصوله وفروعه ولا عدة عليها في ظاهر الحال نأخذ مثالا آخر نقول إذا مات الزوجين مثلا وشهد شاهد بأن الزوجة سبق زوجته في الموت أو العكس كفى هنا الشاهد واليمين وورساء المتأخر موتا صاحبة نأخذ مثال آخر يوضح لنا ذلك نقول قصاص في جرح عمد يكفي فيه الشاهد والمرأتان أو أحدهما مع يمين المجروع ويقتص هنا من الجارح نأخذ مثالا آخر نقول إذا ادعى مدعي على آخر أنه سرق له مالا أو أنه حربه وأخذ منه مالا وأقام على ذلك شاهد وامرأتين أو أحدهما وحلف ثبتهنا المال بذلك دون الحد لأن الحد إنما يثبت بالعدلين بخلاف المال أخير الأبناء وبناتوا بين لكم المرتبة الرابعة من مراتب الشهادة وتكونوا بامرأتين من أهل العدالة بلا يمين من المدعي طيب في أي القضايا تشهد هذه المرتبة نقول أبناء وبنات ويكون ذلك فيما لا يجوز للرجال للاطلاع عليه نأخذ أمثلة نقول كعيب بفرج لمرأة ادعاه الزوج وأنكرته الزوجة ورضيت أن ينظر إليها النساء واستهلال المولود أي نطقه أو عدمه وكذا ذكورته أو أنوثته ويترتب على ذلك أحكام معينة بني قد يأتيك سؤال ربما يأتي في الامتحان السؤال يقول ما مراتب الشهادة أو عدد مراتب الشهادة أو بيّن أو اذكر مراتب الشهادة تقول بني للشهادة أربعة مراتب وهي على النحو التالي المرتبة الأولى تكون بأربعة عدول يعني بأربعة رجال من أهل العدالة طيب في أي القضايا تشهد هذه المرتبة يا ترى نقول أبنائي وبناتي هذه المرتبة تشهد في قضايا الزنا أو قضايا اللواط أما الاعتراف بهم أي اعتراف الفاعل بالزنا أو اللواط فيكفي هنا أن يشهد على اعترافه رجلين من أهل العدالة إذن أول مرتبة نعم بني فتح الله عليك تكون نعم بأربعة رجال من أهل العدالة في أي القضايا تشهد نعم في قضايا الزنا أو اللواط أما الاعتراف فيكفي هنا رجلين من أهل العدالة فتح الله عليك يا بني المرتبة الثانية تكون برجلين من أهل العدالة طيب في أي القضايا تشهد هذه المرتبة نقول أبنائي وبناتي هذه المرتبة تشهد في القضايا التي ليست بأموال ولا تقول أي لا ترجع إلى أموال نأخذ أمثلة كقضايا النكاح وقضايا الطلاق وقضايا الحدود وقضايا الجنايات وكل القضايا التي ليست بأموال أو تأول أي ترجع إلى أموال إذن المرتبة الثانية نعم بني أسمعك تقول أنها تتحقق بعدلين أي برجلين من أهل العدالة فتح الله عليك يا بني طيب في أي القضايا تشهد نعم بني تشهد في القضايا التي ليست بأموال أو تأول إلى أموال والآن أبين لكم المرتبة الثالثة من مراتب الشهادة وتكون برجل وامرأتين أو أحدهما مع اليمين طيب في أي القضايا تشهد هذه المرتبة أسمع من يقول فتح الله عليك يا بني نعم تشهد في قضايا الأموال أو القضايا التي تقول أي ترجع إلى أموال نأخذ أمثلة نقول كقضايا البيع والشراء والإجارة والشركات والرهن وما إليها من قضايا هي أموال أو تقول أي ترجع إلى أموال المرتبة الأخيرة أبنائي وبناتي تكون بامرأتين من أهل العدالة طيب في أي القضايا تشهد هذه المرتبة نقول أبنائي وبنات هذه المرتبة تشهد في القضايا التي لا يجوز للرجال للطلاع عليها وإلى هنا أبنائي وبناتي نصل إلى ختام هذه الحلقة داعيا المولى عز وجل لكم بالعلم النافع والنجاح الدائم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته